كيف قرأ صندوق النقد الدولي هذه التوقعات؟ هل أتت في ظل إلى ماذا استند حتى يطلق هذه التوقعات؟ طيب بداية كلمة معدل النمو الاقتصادي يعني معناها زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي يعني زيادة حجم السلع والخدمات التي يتم إنتاجها داخل الدولة خلال عام فتوقع صندوق النقد الدولي أن الدولة المصرية تقوم بزيادة هذا الحجم السلع والخدمات التي تقوم داخلها خلال عام القادم هو 2025 بين نموه حوالي أربعة واحد من عشر في المائة طيب السنة دي كان كام؟ السنة دي على اتنين وسبعة من عشر في المائة طيب التوقع ده بيأتي بناء على مراجعة الصندوق للوضع الاقتصادي المصري ومعرفة التحديات اللي بيواجهها ومعرفة أيضا أنه فكرة الاستثمار إيه؟ المشروعات التي تقومها الدولة المشروعات التي يتوجه القطاع الخاص إليها حجم الاستثمار المتوقع خلال الفترة القادمة خطة الحكومة في ترشيد الإنفاق وبالتالي بيأمل مجموعة من المعادلات والمحاسبة وبيبدأ يحط توقعه التوقع ده ما بيكونش هو التوقع النهائي ده توقع مبدئي ممكن يجي على أول يناير 2025 سعشين يقول لك والله لأ أنا متوقع يكون لأ الزيادة بدل 4-11 4-6 من عشر لأ ممكن يوجع تاني لـ 3-8 من عشر طيب أنا عشان أوصل لهذا المعدل أو قيمة المعدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي لـ 4-11 من عشر ده عمليه بساطة إن أنا محتاج إن أنا يكون عندي زيادة في حجم الاستثمارات التي تأتي للدولة المصرية سواء كانت استثمارات محلية أو استثمارات أجنبية ده وجوز لأن الاستثمار في حد ذاته مش هدف الاستثمار ده وسيلة وسيلة في إيه؟ إن أنا أفتح مشروعات جديدة إن أنا أذود الإنتاج إن أنا من السلع إن أنا أصدر للعالم الخارجي إن أنا أعمل اكتفاء ذاتي إن أنا أقلل فاتورة الاستغاد إن أنا أشغل عمالة إن أنا أقلل معدلات البطالة وبالتالي فكرة إن يكون عندي الاستثمار ويمكن ده أعتقد إنه فكرة إنه الصندوق يعلن ده أو يعلن هذا التوقع أعتقد ده يعني فيه إلزام على الحكومة المصرية إنها تبدأ فيه فترة قادمة عملية جذب الاستثمارات عملية وضع حوافز للمستثمرين تيسيرات للمستثمرين عشان أجذبهم لفتح أو التوسع في المشروعات القائمة طيب خلينا نتكلم كده مش بالاقتصاد خلينا نتكلم كده باللغة الدرجة بحيث إن كل الناس اللي قاعدة تبقى متابعة إحنا بنقول إيه لما بنيجي نقول إحنا عندنا نتج محلي بيحصل فيه تغير وبيحصل فيه زيادة ده معناه حيأثر إزاي على معدل التضخم وخلينا برضو نقولها كده باللغة الدرجة معدل التضخم ده يعني طيب معدل التضخم هو زيادة في ساعة والسلعة يعني أنا النهاردة بشتري والله كنت بشتري بجنيه حشتري بجنيه وربع ده بالظبط وده نفس النسبة المتاحة في مصر يعني نحن نكلم في معدل تضخم في مصر بيطرح من 25 إلى حوالي 28% طيب ده يبقى أنا اللي حاجة بشتري بجنيه زادت بقت بجنيه وربع أو 130 قرش ده معناها التضخم اللي هو الزيادة في الساعة طب لما أنا أكون بزود الناتج المحلي الإجمالي بالتبعية الأسعار بتنخفض طب ليه؟ لأنه زيادة الناتج المحلي الإجمالي وده السلع بيتم إنتاجها فبتبقى أكثر عرضا أو المعروض منها كثير داخل السوق وبالتالي يبقى الطلب أنا غطيت جزء كبير جدا من الطلب فبالتالي الأسعار تبدأ تنخفض فيبقى أنا فكرة أن أنا كل ما زود مشروعات أو كل ما توسع في مشروعات قائمة يعني لو أنا في مصر مثلا بنتج مليون مثلا بنتج 50 ألف عربية لحنتج 80 ألف عربية فأسعار العربية هتنخفض لأن أنا وصلت المرحلة أن أنا زودت العرض من السلع فده بالنسبة يقاس عليه بقى كل السلع وكل الخدمات الموجودة داخل الدول فكلما ذات معدل النمو ده معناها بالتبعية بينخفض أو أحد عوامل المؤسرة في انخفاض التضخم أو انخفاض معدل الأسعار مهمة